تقدمت الإمارات بمذكرتي إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك استنادا إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة إثر ما أقدمت عليه قطر من تعريض حياة المدنيين للخطر من خلال اعتراض الطائرات المقاتلة القطرية لطائرتين إماراتيتين كانت تحلقان ضمن المسارات المعتادة في طريقهما إلى المملكة البحرين عبر خطوط طيران معتمدة دوليا ومستوفيتين لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة